على الخطة الثانية سيادة المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق سيادة المستشار أهلا وسهلا بك أهلا بحضرتك الحكاية في طريقها للحل ولا قدامنا شوية وقت يا سيادة المستشار والله هو أنا يعني حقيقة اسواح لي أن أنا أقول ووضح للسادة المشاهدين لم تكن هناك الأزمة الموجودة الأزمة افتعلها بعد أخواننا المحامين لأن الحقيقة دي أنا بقول لهم هو وبقول لهم هو بمضاح الوضوح وحضر عدد كبير منهم في لجنة الاستماع الأولى والتانية مجرد اكتراحات وأفكار واكتهادات صيغت في شكل مشروع بيقدم أو الأفكار بتقدم لمجلس القضاء الأعلى سواء المشروع أو الأفكار المصارى من جانب اللجنة المشكلة بمعرفة نادي القضاء أو اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس القضاء اللجنتين تولوا تلقي اختراحات عديدة من القضاء وغيروا القضاء سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق كتابات مكتوبة أو عن طريق مواد أصلا كانت موجودة في القانون وهذه الموضوعات وهذه المشروعات أو الاجتهادات أو معروضة جامحها ما زالت أو لم تعرض بعد على مجلس القضاء هي وصلت مجلس القضاء ولم يستعرض لمجلس القضاء لم يعقد اجتماعات خلال العشر تأيام الماضية تعرض على مجلس القضاء ومجلس القضاء يعيد دراسة المشروعات والأفكار المقدمة ثم يخرج منها بمشروعات لكن أصبح الآن المحمول بيحكبه الناس وبيحكبه القضاء على أفكار طلعة من البعض بنجمحها ونعرضها هذا أمر ورائه شيء غير عادي يعني أنه أنت شايفه خطرتك على الشاشة دلوقتي واللي أنا شايفه ومظاهرة رغم أن شيخ القضاء قال من أول أمس أن المسألة أنا لا أرى ضرورة ولا مكان لها وأعلن على فكرة هذا الكلام منذ شهر تقريبا تأول لجنة استماع وقال أنا لا أرى محل للمجدة 18 في قانون السلطة القضاءية إذن رأي رئيس مجلس القضاء وبالتالي رأي أعضاء مجلس القضاء حيكون أن دي ليس لها محل في قانون السلطة القضاء وقال صراحتك أن جرائم الجلسات أو الإخلال بالنظام الجلسة محل الطبيعي إما قانون العقوبات أو قانون المرافعات أنا بش فاهم بقى إيه السر وراء هذا الافتعال دي افتعال افتعال إنك أنت طب أنت كمحاني حتدرب عن العمل النهاردة بيقول لأحد الأساتفزة من شوية بقول إن إحنا ما قفلناش بمحاكم لا أنا عندي مذكرات وفيه من جهات الشرطة أن تم إغلاق محاكم طيب النهاردة لما يضم منع القضاء من الدخول طب المحاكم قاد يعمل إيه؟ أنا ما شبتش بحمي أبداً بهذا الشكل انه يخرج بهذه الهتفات التي لا تليق بالمهنة المحامات ولا يليق بالمحاقين مثل هذا اللي احنا شايفينه في الشارع مهنة المحامات مهنة الوقار مهنة المحامات مهنة العقل مهنة المحامات مهنة التفكر في نصوص مهنة المحامات مهنة المحاجاة الحجة بالحجة والنص بالنص ولا يفتح ونقعد ونتكلم البرحلة الاولى من المشروع زي ما قلت إنها حتتجمع في مجلس القادة مجلس القادة حيدفع بيها إلى وزير العدل وزير العدل بيعرضها على إدارة التشريع الموجودة في وزارة العدل بعد أن تدرسها إدارة التشريع ودي بتستغرق أيام وليالي قد تستغرق مساء 3-4-6 أو شهرين وبعد ذلك يعرض على مجلس الوزراء فيعاد طرحه ودراسته ثم عرضه على مجلس الدولة وفي الآخر إذا كانت المجلس الشعب تشكل سيرسل إلى مجلس الشعب لم يتشكل فسيرسل إلى المجلس العسكري ويرضه ويعاد دراسته إذا كانت دخل مجلس الشعب فهيعد دراسته وإيه المشكلة أن تفضل لمجلس الشعب يا سيد المستشار المسألة كلها مرحلة أكلم مرحلة تنهيدية وليست حتى مرحلة تحضرية إيه الإنفعالات وإيه الإفتعالات للأزمات وإضراب وإغراق المحاكم ومظاهرات بهذا الشكل وكل من المرشحين لمنصب النقيب بيتباروا في الإساءة للقضاء هو أستاذ مختار بيقول المباراة الجارية الآن بين المرشحين في نقابة المخامين للإساءة للقضاء طب أستاذ مختار نوح وهو على الخط لسه كان بيؤكد أن الخلافات التي كانت بين جناحي القضاء هي أيضا خلافات أو اللي حصلت بين هذين الجناحين هو اللي وصلت السقف القوانين لهذا المستوى كمان هو بيكلم عن نفس النقطة بالنسبة للقضاء يا سيدي بالنسبة للقضاء لا أحد يتدخل فيه الخلاف في الرأي بين القضاء القضاء حينما يختلفون يختلفون إختلاف المحترمين ولا يمسكون في أحد ولا أحد منهم رفع مثلا قضية دحل إهند القضاء زي ما حصل ويرفع المشكلة في المحامين وفي نقابة المحامين وأنا بقول لك هذا كلام وأنا محسوب على المحامين وعلى نقابة المحامين وكذل الأسات زي المحامين يعرفوا هذا الكلام أنا بقول لك المحامين هم اللي بيفتعلوا هذه الأسات لأن الواضح تماما إحنا دعنا بقول لك مجرد مرحلة تنهيدية أفكار واكتهادات معروضة نفسنا إحنا رفضنا منه نفس رئيس مجلس القضاء الأعلى شيخ القضاء قال إن المادة 18 دي ليس محلها هذا القنون وانتهت المساعدة عند هذا الحاجة بعيدا على المادة أحد من المحامين مع الأسات كانوا موجودين معنا في لجنة الاستماع أرادوا أحد المحامين الملقب بمحام الشعب أصار هرد وماض ووقف على الكراسي وأكس فيه تات وأفسد علينا المناقشات المناقشات الجيدة التي كانت تضار حضر فيها مين من المحامين حضر فيها الأستاذ محمد طاصل المحامي ووكيل لقبط المحامين السابق وحضر فيها الأستاذ صابر عمار عضو مجلس إدارة وحضر الأستاذ ناصر أمين وكلهم جلسوا على المنصة وتحدسوا إلى الحضور سيادة المستشار سيادة المستشار سيادة المستشار سيادة المشروع كان مجرد تنهيد مرحلة تنهيدية سيادة المستشار سيادة المستشار أنت هتدرب عن العمل أنت وشأنك في ممارسة مهنتك لكن تغلق المحاكم بالأمس أنا اخترت وكانت موجود في محكومة السور الخيمة سبلائي وأنا معرفناش ندخل المحكمة سيادة المستشار المجتمع بعيدا سيادة المستشار المجتمع بعيدا عن المحامين هرجع بسؤال التصعيد ده على الأستاذ المختار ولكن عايزة بقال أختم معاك المجتمع كمان كان بيعلق على بند مهم جدا وهو الذي المقترح البند المقترح طبعا زي ما حدرك بتؤكد اللي هو بيدي 25% من التعيين في النيابة لأبناء القضاء والمستشارين لان ده غير صحيح جملة وتصيلا والمشروع موجود وأنا أراهن أراهن على أن معظم هؤلاء المتظاهرين لم يقرحوا المشروعين لأن المشروعين أصلا لم يعلنوا في مجرد بقول لحضرتك أفكار لرجة أن هناك نصوص أفكار مختلفة أو قريبة من بعدها المشروعين سواء مشروع النادي أو مشروع المستشار أحمد بكي تم وضع النص والبديل والبديل النص وله أكثر من بديل دلالة إيه؟ دلالة أن المسألة ما زالت ما زالت قيد البحث والدراسة سيادة المستشار زكرياب عزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق بشكرك شكرا جزيلا